النادي الأهلي اليوم يفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد هدف جاء متأخراً بعض الشيء في ديئة 73 عن طريق البديل شادي حسين بعد 3 دقايق من مشاركته في المباراة محمد شريف كان الأساسي في هذه المواجهة وقدر شادي حسين أول ما نزل يسجل هدف بأسست من البديل الآخر كريم فؤاد الإسماعيلي بيحاول لسه بدري عن الإسماعيلي لسه بدري أوي لسه لسه كتير محتاج شغل كتير أوي عن ناصر جديدة دخلة ولسه الإسماعيلي محتاج وقت الأهلي النهاردة الشوتر أول ما كانتش جيد الشوتر تحسن كثيراً مع التغيرات اللي عملها مارسي الكولور المدير الفني للنادي الأهلي الأداء في المجمل بالنسبة للأهلي كان جيد بالنسبة للإسماعيلي ما كانتش جيد تحدث جريده بعد المباراة أن الأمور البدنية ما كانتش جيدة عند النادي الإسماعيلي وتأثر واللعبين كان أصبهم الأرهاق مع نهاية المباراة أو في النصف الثاني من الشوت الثاني وده كان واضح جداً أنه الأمور البدنية كانت أفضل عند النادي الأهلي منه النادي الإسماعيلي دي مباراة الاهلي والاسماعيل وهنتكلم كثيرا في أمور فنها في هذه المواجهة مواجهة أخرى كانت اليوم جمعت امبي مع بيرامدز بيرامدز تقدم أولا عن طريق الوافد للجديد مصطفى فتحي في دقيقة عشرين وكانت الأمور بالنسبة لبيرامدز ميسرة ميسرة يعني مش هقول سهلة بس ميسرة مصطفى فتحي برضو سجل أول أهدافه مع بيرامدز في الدوري المصري المصري رفيق قبو الوافد الجديد أيضا لإمبي من ودي دجلة سجل هدف التعادل في دقيقة 58 كواه رجع محمد حمدي لأحمد الشناوي أحمد الشناوي ملحقهاش خطأ من محمد حمدي خطأ من أحمد الشناوي استغلوا رفيق قبو التونسي الدولي أو التونسي اللي يعني مشاركاته الدولية شحيحة يعني وسجل هدف التعادل في الدقيقة 58 دي المباراة التانية اللي كانت في نفس توقيت مباراة الأهلي والاسماعيلي الزمالك وسموحة أيضا فوز متأخر للزمالك على السموحة شريف رضا سجل هدف الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 79 بخطأ في مرمى بعد كرة من شيكبالا والوافد الجديد سامسون إيكينولا سجل الهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة 90 بعد مشاركته في المباراة أيضا مباشرة بديلا لسيف الجزيري ده كان نادي الزمالك اليوم السموحة كان خانق نادي الزمالك النهاردة خانق بلغة طرق العشر يعني مفاتيح اللعبة مش قادر يستغلها زيزو بقاله فترة كبيرة جدا أي مباراة بيشارك فيها معناة الزمالك بيساهم في هدفه إيما بيساجل إيما بيصنع النهاردة لم يساهم في أي هدف في هذه المواجهة رغم كده زيزو كان من العيبة الجيدة جدا في هذه المباراة شكبالا لما نزل فوق الفرقة عمل كورة حلوة سامسون لما نزل سجل هدف اللي أمام حضراتكم ده هدف سامسون لأ هدف شكبالا وبعد كده أو شكبالا اللي شيف ريدا كملها في المرمى سامسون لما نزل عمل كورة حلوة ضغط هو اللي عمل أساس النفس هو اللي عمل الكورة النفس هو ضغط على مدافع سموحة خد منه كورة راوغ أو مو وسجل الهدف التاني شكله كده مهاجم كويس ولما نقول شكله ده معناه أنه حمينة عاش نحكم يعني لو كانتش سجل النهاردة كنتش نقول عليه مهاجم وحش لو سجل النهاردة فشنقول عليه مهاجم عظيم بس شكله مهاجم كويس شكله والله وأعلى والله وأعلى ده الجون التاني أهو مجهود عنده قوى بدنية كبيرة جدا رغم مقصر قمتو ولكن قوى جدا بدنية ومستو أنه بلعب بشماله يمينه مستو أن شماله قوية زي يمينه بالزبط زي ما قطركم هنتكلم فنيا كتير بعد شوية مع محمد جلال عن المباراة الثلاث